أكثر من 12 ألف مرشح سجلوا لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إيران رقم قياسي بالمقارنة مع انتخابات السابقة منذ الثورة الإسلامية عام 79 وتمثل ارتفاعا بنسبة 70% مقارنة بانتخابات عام 2012 انتخابات يعاول عليها الرئيس روحاني الذي يوصف بالاعتدال لكن لكي تفرز برلمانا ذا وجوه تناسب برنامجه للعامين المقبلين من رئاسته التي أمضى نصفها في مفاوضات البرنامج النووي مع قوى الغرب الكبرى لكن مهما كانت أهواء المرشحين فهي ستمر حتما في غربال مجلس صيانة دستور الذي يحق له إلغاء ما يراه منها لتبقى الإرادة العليا في إدارة الدفة لمرشد الجمهورية لا أجندات شعية لطهران في المنطقة وإسرائيل المستفيد الوحيد من تدميرها بهذه الدباجة الإيرانية المعهودة فتتح رئيس الإيراني مؤتمرا للوحدة الإسلامية تستضيفه طهران في دورته التاسعة والعشرين هل من الممكن أن تتغير هذه اللهجة في الدورة المقبلة؟ التاريخ يجيب بلا حاسمة ولن يغير توقيت السؤال من الإجابة شيئا نظريا تترقب إيران تغيرات جمع على أبواب انتخابات برلمانية مقبلة التحليلات تذهب بعيدا وتغرق في بيانات تشير إلى صراع ومنافسة قد تحتدم بين تياري المحافظين والإصلاحيين موعد الحسم حدد في الـ 26 من فبراير المقبل العلام الرسمي يؤكد إغلاق باب الترشح بنسبة إقبال فاقد كل التوقعات بأكثر من 12 ألف مرشح أعرب عن رغبتهم بالفوز بمقاعد مجلس الشورى عداد التنافس نفسه يسجل أكثر من 800 مرشح سيتنافسون على مقاعد مجلس الخبراء أقبال ديمقراطي ورغبة في المشاركة في التغيير وصفته الأوساط الإيرانية في مقارنة سريعة بالدورة الماضية لتميل كفة المقارنة بزيادة 50% لصالح اليوم في العلن تجري الانتخابات والاستعدادات لها وفق معايير محددة وبنود مضبوطة مجلس صيانة الدستور سيجري فلترة أخيرة على أسماء المقبولين خلال الفترة المقبلة سيسعى ما يعتبر طيارا إصلاحيا التمسك بسياسة الترويج لإنجازاته وعلى رأسها الاتفاق النووي وما يعنيه ذلك للشارع من وعود بمكاسب اقتصادية واستقرار وتعزيز للبلاد ومكانتها في المقابل لن تبتعد أهداف معركة المحافظين الانتخابية كثيرا عن الحدود ذاتها بتعزيز استقرار البلاد والحفاظ على قيم الثورة ومن النقطة ذاتها انطلق المرشد علي خامنئي للإعلان عن قراره بوضع الجيش في حالة تأهب واستنفار حتى يوم الانتخابات من دون التفسير الكثير يبدو جليا أن المخاوف الأكبر التي تؤرق أطراف النظام تكرار سيناري مظاهرات عام 2009 والتي خرجت حينها عن السيطرة ولكتم أنفاس الغضب قبل انفجارها سارع التهران الموعود بالتغييرات الديمقراطية للمصادقة على أحكام إعدامات جديدة الخبر غاب عن صفحات الإعلام الرسمي إلا أن ملف المغضوب عليهم هذه المرة ووفق بيانات الناشطين يضم نحو 30 معارضا تاريخ تنفيذ الحكم يبقى سريا كما تبقى ملفات كثيرة غيرها بعضها يسرب ويذع ويوثق بأقلام أفواه المعارضين الإيرانيين في الخارج معارضون لا يملكون من أدوات سوى المنابر والوعود الخارجية بانتظار معجزة كتلك التي شهدتها إيران عام 1979 ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في شؤون الإيرانية حسن هاشميان أهلا بك فيه هاشميان السكاي نيوز عربية مرور الأسماء في النهاية وبشكل ضروري على مجلس صيانة الدستور إلى أي مدى سيهمش ويقلل من أهمية هذه الانتخابات المنتظرة العام المقبل؟ نعم تحية لكم أنا أعتقد سيهمش بشكل كبير على هذه الانتخابات ويعطي طابع بأن هذه الانتخابات غير ديمقراطية مجلس ما يسمونهم مجلس صيانة الدستور وهو أنا أعتقد هو ضد الدستور وليس صيانة الدستور يعين من قبل خامني وخامني من خلال هذا المجلس يعين المرشحين الذين يريدون بالنهاية يختارون علي خامني في مجلس الخبراء وهذه الغرابة الموجودة في الديمقراطية الحاكمة في إيران هناك مثلث موجود بين حسن روحاني علي أكبر رفسنجاني وحسن خميني أنا أعتقد هذا المثلث الآن هو في الترشيح ولكن لا يبغى إلى المرحلة النهائية التي مثلا تدخل في إجراء الانتخابات وثم فرز الصناديق وأنا أعتقد واحد من هذا المثلث وهناك تخمين كبير بأن علي أكبر رفسنجاني سيتم شطبه من هذه المعادلة مجموعات المتعلقة بحسن روحاني أيضا سيتم شطبها وسيقبلون بحسن خميني كفارد كجاء من أسرة خميني ولكن لم يعطوا مناصرين له في داخل مجلس الخبراء لأن مهمة هذا المجلس في المستقبل أكثر من ما كان في الماضي مهمته هو تعيين الخليفة الجديد بعد علي خامنين طيب سيد هاشميان ما هي الورقة الأخيرة التي يمكن أن يلعبها الرئيس الروحاني المعروف باعتداله كما يقول البعض في محاولته لمساعدة المعتدلين على حساب المحافظين يعني هو التكتيك الواضح الآن من قبل حسن روحاني ومناصرين حسن روحاني هو واضح في زيادة عدد المرشحين يعني تعرفون هناك سيكون أخصى أمام هذا العدد الهائل ولكن هم أرادوا من خلال زيادة عدد المرشحين يحملون تكلفة باهضة على مجلس صيانة الدستور الذي سيخصى جمع كبير منهم هذه التكتيكية الآن هي موفقة في هذه المرحلة أيضا هناك موضوع يرجع إلى الوزارة الداخلية هناك لجان تنفيذية ستعلن بعد أسبوعين أسماء المرشحين وأيضا هذه الأسماء لا تنطبق تماما عن الرؤية المتعلقة باللجان المتعلقة بمجلس صيانة الدستور الآن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور يقول نحن نستمر في دراسة موضوع المرشحين حتى عاشر من فبراير يعني قبل أسبوعين من الانتخابات هذا معناه أنهم سيطيلوا المدة التي يتم الأسامي النهائية فيها يعني معناه أن مرشحين الإصلاحيين والمعتدلين أو جماعات حسن روحاني حتى عاشر من فبراير لا يعرفون أنهم تم رفضهم أو تم قبولهم بعد اختيار الأسماء هناك كما يقول البعض ورقة يمكن أن يعبها روحاني ويستغلها نجاح مساعيه في رفع العقوبات الدولية على إيران إلى أي مدى يمكن أن تكون ورقة رابحة بالنسبة للمعتدلين وتأثير على الرأي العام في إيران أنا أعتقد ستكون ورقة رابحة وازدياد عدد المرشحين يشير إلى ذلك يعني يشير إلى هناك تحلق في الشارع الإيراني للتخلص من سياسات علي خامني والتخلص من سياسات العسكر الحاكم في إيران ولكن أنا أعتقد هناك ستكون مناورات من قبل العسكر الحاكم من قبل بيت علي خامني لديهم أيدي جدا قوية لديهم أيدي في المخابرات في الحرص في الجيش كما تفضلته هناك تأهب واضح في الجيش أعلنه علي خامني ومن هذا المنطلق خامني يريد بتحلق شبه انغلابي يغف تجاه هذا التحلق الموجود في داخل الشارع الإيراني شكرا جزيلا لك حسن هاشميان الباحث في شؤونه الإيرانية من اسطنبول شكرا جزيلا